اللهم إن كانت ذنوبنا قد بلغت عنانا السماء فإنها لم تبلغ سعة مغفرتك وإن كانت حاجاتنا قد صعبت على أهل الأرض والسماء فهي عليك هينا فاقض حاجاتنا يا رب العالمين اشتركوا في القناة كان إماما للمجددين ومرجعا للكثير من أئمة وكبار علماء الأزهر الشريف كانت له أكثر من تسعمائة فتوى رغم أنه كان أول مفتي مستقل عن مشاخة الأزهر الشريف فاستحق بالتالي أن يكون إمام المجددين هو الإمام محمد عبد في مصر أرض المجددين الإمام محمد عبد محور مشروع التجديد عنده بني على الاختيار الفقهي وعلى الاهتمام باللغة وعلى إصلاح الإدارة فكان جامعا بين الإصلاح والتجديد بنى كثيرا من تلامذته الحاملين لمشروعه الفكري التجديدي فيما بعده لنحو مئة سنة رحم الله محمد عبده وألحطنا به على الخير آمين السلام عليكم فالدكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بولانا اليوم محطتنا الحقيقة محطة مهمة وملهمة مع إمام المجددين الإمام محمد عبده أولا ماذا يقول عنه في الدكتور علي جمع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا محمد عبده وهباه الله سبحانه وتعالى فكرة الإصلاحي وفكرة التجديد ودائما بنفرق ما بين الإصلاح والتجديد أن الإصلاح بيفترض أو بيرى أن ما سبق كان خطأا والتجديد يرى أن ما سبق كان خيرا ولكن لكل زمان واجب يجب علينا أن نعيشه ويجب علينا أن ندركه ويجب علينا أن لا نقصر في فعله محمد عبده كان يجمع بين الاثنين فهو مصلح ومجدد ومن هنا نرى أنه في مشروعه التجديدي أراد أن يتعامل مع الواقع يتعامل مع الواقع أي أنه يريد أن يدرك الواقع هذا أولا وثانيا يريد أن يتفاعل مع الواقع هذه ثانيا وثالثا يريد أن يؤثر في الواقع وأن يغيره إذا كان يحتاج إلى تغيير فهذا هو مشروعه التجديدي الذي يبدأ من التعامل وليس إدراك فقط بل التعامل مع الواقع رأينا هذا وهو في الواقع المصري رأينا هذا وهو منضم إلى الثورة العربية رأينا هذا وهو منضما إلى مدرسة جمال الدين الأفغاني ثم يختلف معه من أجل أيضا قضية التعامل مع الواقع كان جمال الدين الأفغاني يقدم الدولة على الأمة يقول لا إحنا نبدأ بالدولة نستولي على الدولة نتحرك من الدولة ثم بعد ذلك نحمل الأمة حملا على الالتزام على التطوير على التغيير على الانطلاق على الحضارة على التعليم كل هذا لابد أن يأتي من فوق إلى تحت الإمام محمد عبدو كان يرى العكس كما أفاض في ذلك رشيد رضا في الأستاذ الإمام كتاب في ثلاث مجلدات يترجم فيها لشيخه رشيد رضا ما شافش جمال الدين الأفغاني لكن شاف محمد عبدو وهو أنه يقدم الأمة على الدولة يعني صلح الناس يعني علمهم يعني خليهم يعيشوا في عمال وفي نظام وفي كذا هتلاقي أن في النهاية أن الدولة بقت دولة متقدمة ودولة صالحة لا بد من الإسلام بالذات لا بد من مخاطبة الجماهير دي من القاعدة إلى القمة من القاعدة إلى القمة ما ينفعش من القمة إلى القمة تبقى ديكتاتورية ويبقى فيها حمل وإكراه والإسلام بيقول لا إكراها في الدين يعني قد تبين الرجل من الغي فلا بد من البدء من الأمة واحد زي حسن البنة ده هو وهو تتلمذ إلى رشيد رضا بدأ بالأمة يعمل مستشفيات مستوصفات يعمل نشاط للجوالة يعمل مش عارف إيه خلي الناس تصلي في المسجد علشان المسجد يقوم بدوره ما فيش مانا بعد ذلك لما جلس مع بعض الشيعة في المدينة المنورة غير فكرة وبدأ طريق الضلال الدولة قبل الأمة الدولة قبل الأمة يبقى محتاجين عنف محتاجين أن نستعمل السلاح إكراه بقى يعني يبقى فيها بلاوة كتيرة من ضمنها أنه أتل الخزندار وأتلوا أراشي باشا وأتلوا أتلوا أتلوا وسليم زكي وإلى آخر وعلي ماهر إذن مصيبة سودة هذه ولذلك كان محمد عبدو منفصلاً عن جمال الدين الأفغاني ورافضاً له في هذا المجال هنجد مشروع محمد عبدو من الإصلاح والتجديد له أثر كبير في الأزهر وهو قد وصل إلى منصب الإفتاء من ناحية ووصل أيضاً إلى المجلس الأعلى في الأزهر المجلس الأعلى في الأزهر كان لابد فيه أن يكون المفتي بعد كده بقى بعد 1961 والقانون الجديد لم يعود المفتي عضواً بموجب القانون وبصفاته في المجلس الأعلى للأزهر لكن في هذا المجال كان القانون ينص على تشكيل المجلس الأعلى للأزهر ووجود المفتي فيه الإمام محمد عبدو كان إماماً ملكية لكنه لابد أن يفتي بالحنفي ولذلك بدأ فيه فكرة الاختيار الفقهي وكانت واضحة أمامه لما جاءتوا فاتوة ترنسفال ترنسفال دول اللي هم جنوب إفريقيا جمع العلماء الأربع على المذاب الأربع وعطاهم الفاتوى علشان كل من يقول من جهته ويبدأ فك قضية الالتزام التام بالحنفية تبدأ تفق الكلام ده كان عند أسعد فندي شيخ الإسلام في القرن 19 وكان عند الشيخ مهدي العباسي بوادر له لكن جهه الشيخ محمد عبدو ابتدى يطبق لاختيار الفقهي من ضمن القضايا الإصلاحية أنه وجد أن اللغة التي دعا إليها المرتضى الزبيدي هناك المرتضى الزبيدي مائة 1205 هجري وإحنا دلوقتي في بداية القرن ألف وثلثمائة وسبعتاشر وخمس سنين كمان مات بعدها يعني اتنين وعشرين مات سنة اتنين وعشرين ألف وثلثمائة مرتضى الزبيدي لما دعا دعا إلى أن المشروع يجب أن يتضمن عودة اللغة لأن اللغة والفكر واجهلنا عملات واحدة محمد عبدو تبنى هذا وبدأ بقى ينشر نهجة البلاغة لسيدنا علي بن أبي طالب بدأ ينشر أسرار البلاغة للجرجاني بدأ ينشر الكتاب بتاع الجرجاني الآخر بدأ ينشر المقاصد للشاطبي بدأ باللغة العربية مفردات وتركيب وبلاغة ويهتم بها اهتماما بليغا حتى يعيد هذه اللغة إلى مكانتها ودورها فيستطيع الناطق بها أن يفكر تفكيرا مستقيما هو عايز الفكر في النهاية القضية الأخرى هي مناهج التعليم أيضا اهتم بمناهج التعليم محمد عبدو له تقريران تقرير عن القضاء الشرعي وتقرير عن التعليم التقريران دول بيمثل ثمرة نشروعه التجديدية تقرير التعليم بدأ يقول لا هذه العلوم التي ندرسها لابد فيها من إدراك الواقع ولذلك لابد أن تكون هناك علوم مساعدة غير الاثناشر علم التي ندرسهم في الأصل في التعليم اهتم ببناء المدرس في التعليم اهتم بالأركان الخامسة بتاع العلم وكان تقريرا ماتعا مهما ومهم الغاية دلوقتي على فكر لأنه يتكلم عن أساسيات تتعلق بتطوير التعليم واقعا وفكرا تقريره عن القضاء أيضا كان تقرير نشأ بعد كده منه حتى بعد وفاة إنشاء مدرسة القضاء الشرعي ومحاولة بناء القاضي المبتهد أسسان فضلتك بعد الفاصل نشوف إزاي الإمام محمد عبدو كان مؤثر وملهم في زملائه وفي عصره وفي تلاميذه لدرجة أن في عدد من الآئمة والعلماء والشيوخ الأظهر الشريف هم من تلاميذ الإمام محمد عبدو فكيف امتقل تأثيره وعلمه إلى هذه الأجيال المتتالية أسسان حرج بعد الفاصل إن شاء الله أرجوكم حالكم معنا تستطيع أن تميز أهلها بوجوههم الباسمة الطيبة وبكرمهم فهم أحفاد الإمام محمد عبدو قرية محلة نصر التابعة لمركز شبراخيت من محافظة البحيرة تلك الرقع الطاهرة التي شهدت مويدة أحد كبار دعاة التجديد والإصلاح الإمام محمد عبدو طبعا طرق أثار جاندة في البلد دي فجميع الأجيال المترسل بعد دي تورس هذا المبدأ الذي كان يريد أن ينشره فعند مدخل القرية تجد لافتة مدور عليها اسم الإمام محمد عبدو ترشد من يريد الوصول إلى مصقة رأس الإمام الجديد وعلى الطريق يصادفك مدرسة إعدادية بمجرد أن تتخطى بوابتها تجد تمثالا لوجه الإمام وسط الفناء اختارته إدارة المدرسة لكي تحفز أجيالها أن يخرج من بينهم إمام جديد وعلى بعد خطوات من المدرسة تجد مكتبة الإمام محمد عبدو والتي تحتوي على مجموعة من الكتب الهامة وأبرز مؤلفات الإمام الراحل والتي يأتي إليها أطفال القرية للقراءة والاطلاع ولم يكتفي أهل محلة نصر بهذا فقط بل أساسه مسجدا يحمل اسمه كتوثيق وتأكيد بأن الإمام محمد عبدو عاش هنا وجد الترحيب بفضيلات العلامة الوصيص دكتور علي دمع أهلا بكم أولا أهلا وسهلا أهلا من فضيلاتكم أولا عايز أتوقف عند فكرة أن الإمام محمد عبدو حينما نجاهز لهذه الحلقات نجد بأنه دائما نقف عند أي إمام مجدد نقرأ جملة أنه تتلمز على يد الإمام محمد عبدو عدد كبير من العلماء ومن شيوخ الأظهر الشريف يعني ما السبب؟ ما الذي جعل الإمام محمد عبدو بهذا القدر من التأثير في أجيال كثيرة متتالية؟ الحقيقة أن الشيخ محمد عبدو حينئذ كانت مدرستان مدرسة تريد الحفاظ على الماضي بتراثه بأحواله دون أي تغيير لدرجة كبيرة لدرجة أنهم اترضوا على دخول الحنفية الصنبور ده في الميضة الحنفية بطلية؟ قالوا لا إحنا في مجرى مياه كده ومجرى المياه فيه بزبوس كده هو يسقط منه المياه له السبيل إحنا موغدين على كده ثارت شيخ محمد عبدو إلى هذا التمسك الذي لا علاقة له بالشريعة والذي لا علاقة بل بالعكس الصنبور ده أو الحنفية يعني بتبقى أنضف وأكثر صحة وإلى آخر ونجح في هذا وغيره ولكن كان كان يقول لرشيد رضا إني ألقيت جذوة في الأظهر ستظهر بعد عشرين سنة وهو بيكلمه الكلام ده في أول القرن 1901 تلقاته حاجة زي كده بعد عشرين سنة لما تشوف بقى بعد عشرين سنة حصل إيه بعد عشرين سنة الشيخ المراغي تلميزه بقى شيخ الأظهر صحيح بعد عشرين سنة وأكتر بدأ الشيخ مصطفى عبد الرازق تلميزه أن يكون شيخا للأظهر بعد عشرين سنة واهجز إذن نحن أمام شخص لا يريدوا المنظرة ولا يريد أن يرى ما يفعل في حياته لا ده بيعمل للمستقبل وبيعمل أنه الكلام ده لازم يتغير ويتغير لوجه الله كثير من الناس لا يدرك هذا ولا يدرك حكاية وجه الله ده هو عايز يصبح كاهنا للقديم كاهنا للقديم يعني هنعيش الزمن الماضي هنسحى بالماضي على الحاطر الشيخ محمد عبدو لا تخلص من هذا واستطاع وذلك حتى كمان سافر كتير سافر فرنسا وسافر لبنان وسافر كيف يعني سافر أماكن كثيرة أنا آسف بمنظمة الصفر جملته طبعا الأشهر هو هناك بيقول وجدته هنا إسلاما بلا مسلمين وفي ديار الإسلام وجدته مسلمين أبي لا إسلام يعني واضح أنه كان يعني في قلبي غصة من العالم الإسلامي وقتها أو من أحوال المجتمعات وقتها الحقيقة إن إحنا بحثنا في كل الجرائد وفي كل الكتابات الموثقة وفي كل كتب الشيخ وفي كل ما نقل عنه لم نجد هذه العبارة مش منسوبة إليه خلص؟ إطلاق النهائي البتة وده من الحاجات اللي كويس إن أنت أثرتها لأنه يحكي عنه أشياء غريبة عجيبة لكن إحنا وثقنا كل ما صدر من الإمام محمد عبدو ولم تكن فيه إطلاقا هذه العبارة ويبدو أنها لأحد غيره أصل الجملة شهيرة ودايما تقارب على السامن شهيرة ومتدولة وكل حاجة ولكن ده مما شاع بلا الأحاديث الغير الصحيح يعني مش الإمام محمد عبدو اللي قالها لما سابقا لا مش الإمام محمد عبدو شوفو لكم حد تالي أو إمام تالي لكن الإمام محمد عبدو بحثنا عن هذه الكلمة يعني بحث تام واستقراء تام في كل المصادر والروايات وكذا إلى آخره فلم تكن فيه هذه العبارة فده يعني من الجيد أن احنا نذكره في هذا البرنامج لبعض التصحيح الإمام محمد عبدو أصيب في نهاية حياته ومات سنة 1905 بالكنسر أو بالسرطان ومات في الأسكندرية رحمه الله تعالى وبعد ذلك بدأ المدرسة بتاعته تتسع يعني فيه تلامزة مباشرين وفيه تلامزة التلامزة وبقت المدرسة بتاعته تتسع وأصبح منهم الشيخ شلتوت مثلا يعني فاتسعت مدرسته التي تركها والإمام محمد عبدو في مشروعه الإصلاحي التجديدي اتصل بالجماهير عن طريق الجماعية الخيرية الإسلامية اللي فتحت مدارس واللي عمل التكافل اجتماعي واللي قامت بدور كبير جدا في خدمة المجتمع والناس كان محمد بخيط المطيع رحمه الله تعالى كان يقول ترك فراغا لا يسده بعده أحد نعم رحمة الله ترك فراغا لا يسده بعده أحد فدول الناس الفهمين الناس الوطنيين الناس العلماء الأفاضل بعد ذلك الأزهر تكريما له أطلق اسمه على قاعة أو أكبر قاعة في جامعة الأزهر في صورتها القديمة كولية الشريعة وصور الدين واللغة العربية في بجوار الأزهر الشريف وهي المنطقة التي كانت فيها الكليات الشرعية الأساسية في الأزهر فأطلق على هذه القاعة قاعة محمد عبد واصبحت هي القاعة الأساسية لحين بناء الجامعة الجديدة في مدينة نصر كل هذه الرحلة وكل هذا التقدير وكل هذا الزخم في حياته إلا أنه مات صغيرا يعني هو موليد تسعة واربعين ألف وتبنمائة تسعة واربعين ومات ألف وتسعمائة وخمسة ومات ألف وتسعمائة وخمسة عن ستة وخمسين سنة مضبوط الشيخ محمد عبدو قدم استقالته في مارس سنة خمسة ألف وتسعمائة وخمسة ومات في مايو فمحدش يعرف المعلومة دي كتير لأن الاستقالة لم تقبل يعني الاستقالة لما راحت لم تقبل يعني هنشيني المفتي ونحط مين الحجاة والرواية هو زعلان ليه هو كذا كان هو سافر اسكندرية مع مرضه بالمرض عفى الله الجميع منه مرض الزرطان ومات في الأسكندرية في مايو قبل أن تقبل الاستقالة أو يبت في شأنها فأهملت كأنها لم تكن لأنها فعلا لم يترتب عليها أثرها فرحم الله فضيلة الإمام رحمة واسعة لدرجة أن كثير كثير من الناس يفتكروا تولى ما الشيخة الأزهر لا اللي كان متولى ما الشيخة الأزهر حينما مات كان الشيخ الببلاوي وكان نقيب الأشراف الشيخ الببلاوي لكن الشيخ محمد عبدو طور كثيرا في مناهج التعليم أصلح كثيرا في الإدارة واهتم بكل ما ذكرناه بارك الله فيكم أفراد دكتور شكرا لك شكرا لفضلتك شكرا جزيلا شكرا لموصول الله حضرتكم إلى اللقاء من السلوكيات القبيحة استباحة التحرش بالمرأة بدعوى أنها ترتدي ملابس لافته للنظر يقول بعض الشباب وهم يتحرشون بالمرأة أنها كانت متبرجة فالتحرش بالإضافة إلى أنه جريمة يعاقب عليها القانون فهو حرام يعاقب عليه رب العالمين اتق الله وأمر من حولك بالابتعاد عن التحرش وابتعد عنه فإنه فعل قبيح اللهم صرف السوء عن كل أسرة مفككة هدئ بالهم وأصلح حالهم ووحد كلمتهم واهدهم إلى الصراط المستقيم يا رب وفق الأزواج بعضهم لبعض وهيئ لهم من أمرهم رشدا يا رب هدئ بالهم وأصلح حالهم وحبب كل واحد منهما في الآخر يا كريم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة